النوع الثاني اللي هو الدلة الفردية لأود فونكشن بسمي الدلة ان هي فردية لو حققت شرطين الشرط الاول ان لو عندي اكس تنتمي المجال يبقى لازم معكسها الجمعية ينتمي للمجال تاني شرط لو شلت كل اكس في الدلة وحطت مكانها سلب اكس احصل على الدلة الاصلية ولكن باشارة مخالفة ملحوظة الدلة الفردية بتكون متمثلة حول نقطة الاصل يعني لو انا افترضت ان ده محور اكس وده محور واي والدلة بتاعتي الجزء ده في الربع الاول منحنة الاعلى يبقى اكيد فيه جزء منحني لاسفل لو انا اخدت الجزء ده مين يبقى اكيد الجزء ده شمال يعني لازم تكون متمثلة حول نقطة الاصل مثالة على الكلام ده لو انا عندي الدلة اكس تكعيب نقص اكس دي طبعا كسيرة حدود يبقى المجال بتاعها ار وطالما ار يبقى لو الاكس تنتمي لار يبقى اكيد السلب اكس هي كمانها تنتمي لمين لار الشرط التاني لو شلت كل اكس وحطما كانها سالب اكس يبقى هنا هتبقى سالب اكس لكل تكعيب سالب في سالب اكس يبقى الكلام ده هيبقى سالب اكس تكعيب والسالب في سالب بموجب اكس لو لاحظتم هتلاقي كل حد من الحدود دي شرطه اتغيرت الموجب اصبح سالب والسالب اصبح موجب يبقى لو انا اخدت سالب مشترك ترجع الضالة الاصلها اللي هي سالب اف اف اكس وبالتالي يبقى هذه الدالة دالة فردية ناخد مثال اخر لو انا عندي الدالة بتاعتي بتساوي اكس وس تلت معناها الجزر التكعيب الاكس وزا ما اخدنا في الدوال الجزرية ذات القس الفردي يبقى المجال هو ار وطالما المجال هو ار يبقى كل قيمة موجود مع كوسها الجامعي في نفس المجال الشرط التاني ان لو شلت كل اكس وحطت مكانها سالب اكس هيبقى الجزر التكعيبي لسالب اكس السالب تطلع برا الجزر لانه جزر تكعيبي وبالتالي ده هي الدالة الاصلية يبقى سالب اف اف اكس اذا هزي دالة دالة فردية الدالة دي لو حبينا نرسمها شباب هتلاقي رسمتها عام بشكل ده كده ناخد مثال اخر لو عندي دالة كسرية بالشكل اللي قدامنا ده يبقى المفروض ان مجالها هو ار معدد اصفر المقام لكن المقام ده عمره ما يساوي صفر لان اكس بربحها بجمع عليها اتنين فعمرها ما تساوي صفر يبقى المجال بتاعك ار يبقى اي عدد وعكسه موجود في المجال بتاعي الشرط التاني ان لو شلت كل اكس وحطت مكانها سالب اكس يديني النار الاصلية بس مضروبة في سالب نشوف مع بعض الاكس تكعيب عشان لو حطت مكانها سالب اكس لكل تكعيب زائد 3 في سالب اكس على سالب اكس لكل تربيع زائد 2 السالب دي لما كعبها فنديني سالب اكس تكعيب السالب ده لما يضرب في الموجب يديك سالب السالب اللي تحت لما رباح هديني موجب هلاقي ان المقام ده هو نفس المقام بتاع دلاصل لكن البص اشارته اتغيرت يبقى لو اخدت سالب مشترك هيديني سالب اف اكس اذا الدالة دي دالة فردية نتكلم دلوقتي على الدالة الدورية ومعنى الدالة الدورية ان الدالة بتكرر نفسها كل فترة بتكرر الشكل بتاعها كل فترة بتكرر القيمة بتاعتها كل فترة يبقى هي الدالة اللي تكرر نفسها شكلا وقيمة كل فترة الفترة دي بسمها ايه؟ بي اختصار لكلمة بريود والتي تحقق اشروط التالية ان انا كل ما اشيل اكس وحط مكونا S&P يديني نفس القيمة على الدلاة عشيل اكس وحط اكس آد بي حيث يديني نفس الدالة ده لكل قيمة تنتمي المين للمجال بتاعي طيب مثال على كده كتير أو لو أنا مثلا على سبيل المساء حطيت ده محور X وده F of X لو رسمت حاجة بالشكل ده كده من صفر ل 2 باي كده 4 باي كده 6 باي ناحية تانية سالب 2 باي سالب 4 باي وانا ماشي هلاقي الشكل ده بيكرر نفسه بيكرر نفسه كل قد ده كل فترة الفترة دي مقدارها 2 باي مثال تانيش لو أنا عملت حاجة بالشكل ده كده مثلا من نقص 1 ل 1 ده الشكل عامل مثل ايه مسلس لو قررته كده من 1 ل 3 من 3 ل 5 من سالب 3 لسالب 1 يبقى الشكل ده بيكرر نفسه كل فترة دي مقدارها كل فترة بتسوي كام بتسوي 2 يبقى هنا البي بتاعتي بتسوي 2 هنا البي بتاعتي بتسوي 2 باي وهكذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر